لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من عنابا يقول أنا أعمل صيادا للحيوانات وأقوم بصيد الخنازير أكرمكم الله وأبيعها للصينيين وقيل لي هذا حرام فماذا تقول يا سيدي أنت تبيع الخنزير للصينيين لأن الشيطان قال لك باللي الصينيين كفار نصارى ولا يعبدوا بوذا والخنزير يأكلوه وبالتالي أنت تقول باللي رك تقول باللي أنا المهمة نأكلوش ولكن أنت رك تأكل في الخنزير كيفارك تأكل في الخنزير اسمع أيها الصياد اسمع يقول عليه الصلاة والسلام ما حرم أكلوه حرم ثمنوه ما حرم أكلوه حرم ثمنوه انتها يا ما تأكلوش الخنزير صيدوه تروح تبيعوه للصينيين عمياتك دراهم هذاك دراهم هكتأكل توكل مرتك توكل أولادك وما حرم أكلوه حرم ثمنوه والدراهم الدراهم اللي هكتأكل فيهم من بيع الخنازير هفهمتو لا ما فهمتاش لا يجوز لك لا يجوز أن تأكله ولا أن توزع لحمه على من يأكله ولا أن تأخذ ثمنه الخمر حرام لا 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 واحد يقول أنا ما نشرب الشراب أنا عمري ما شربت أنا نبيحها برك وكي تبيحها تستقبل أموال نعم يا سيدي أنا أستمع إليك نعم نعم وعالكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ تمتزين عندي سؤال برحالك نعم قل لي سؤالك يا أختي أستعيش أنا عندي 25 نعم شيخ نمتك أنتا تنصحني بالرقية تلت مرات نعم الحلم لين نشوف وزعمها كان نعم ويتحقق لي أنا والواليدة تاعي ما من الواليدة تاعي هكذا السنة دقيقة يا أختي أنت يا نمتيني قتلك عليك بالرقية قتلي رقية تلت مرات خلاص جيد روحي ديري رقية لأن هذه نصيحة جميلة فيها الحلال يعني في الواقع لأن المنام احنا نشوفه في الواقع واحد واحد نصحك مثلا بش صدقي صدقة في الواقع الصدقة مليحة نروح نديرها ولكن لو كان يقف عليك واحد في المنام ينصحك بشرب الخمر فالخمر حرام لا أفعله إذن وشيخ مام أي حاجة نشوفه في الحلم الحاجة نشوفه تحقق لي يعني إن شاء الله إن شاء الله لا ترينه إلا خيرا حتى لا يتحققوا إلا خيرا إن شاء الله شكرا لك شيخ شيخ أو الواليدة تاعي عندك سؤالنا ممكن بسرعة يا أختي تفضلي بسرعة سلام عليكم أعلكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم سلام عليكم حبيت بكل صدقي كان دي جات لقيتك عندها بزتي أردي فاتت عليها سنين وش حال ما خطرة عندي سنوات لمأذهب إلا هناك نعم صدقي هذا السؤال بك شوف عندي زوج تاعي حاجبي تربي ويصلي كل ما ينض نفرني كل ما ينضي يصبني بالوالد تاعي هما موتا يا عظو بالله يا عظو هذا اللي كلام مشي مني حدي من بالألفاظ حتى كي بتقري على وجهي أنا كبيرة عندي في عملية غريبة 20 سنة أو 50 سنة وهذا هذا يرقد لبس به نوضي يجي يسبق ويشتمك لا لكن هو يتقنق بزيار منه يتقنق بزيار الله يتوب علي ولكن هذا ليس من العشرة الحسنة التي أمر بها أصلا وعندي هذا الحلم هذا ما لي كنت من توحم بوليدي كبير شبت روحي جبت لدراري وجبت لثلاثة كما قد تكبنتي الحاجة ليشوفها مليحة تخرج لي مليحة تخرج لي إن شاء الله إن شاء الله قريبا شوفي راجلك ينط الصباح ويبتسمعك ويشيري لك الوارد وكل شي جزلة بس إن شاء الله شكرا يا أختي شكرا جزيلا أبشيري خيرا نعم واشنوه وإن شاء الله لا ترينا إلا خيرا إن شاء الله إن شاء الله يحفظك يا أختي الله يحفظك الله يحفظك هذا الإنسان هذا الإنسان ما على بلوش بلي يا ربي سبحانه سيسخر من عباده سيصلط عليه من عباده من يذله لما أنت تطوح ذل إنسان ذل ذل إنسان وليدك ولي أخوك ولا بابك وليمك دير في بالك أن الله جل جلاله سيذلك ورب ما تعاش ربي قادر عليك ما تعفش طريقة لحيذلك بها فهمت أو لم فهمش اتق الله يا رجل اتق الله والإنسان إذا رأى في المنام يروح يشوف الواقع الإمام البقاعي السمع على المسألة الإمام البقاعي عالم هذا من كبار المجتهدين جاء له واحد قالوا يا إمام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بشرب الخمر عجب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بشرب الخمر واش قال له الإمام البقاعي شوف شو كيته عند واحد عالم قال له الذي أمرك في المنام بشرب الخمر أمرنا في اليقظة أن نتجنبها الذي أمرك في المنام بشرب الخمر أمرنا في اليقظة أن نتجنبها يعني حبي فهمه بل إنك تكذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يتمثل بصورته فيستحيل أن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الخمر إلا إذا كان المعنى انتحى أنه سيشربه في الجنة لأن في الجنة يسمى خمرا ولكن ليس هو هذا الخمر المسكر أو قال ربي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون الغول هو الإسكار يعني مشروبات الجنة ليس فيها الغول والغول هو الكحول لا الكل لا الكل كلمة لا الكل هما ما عندهمش الغين أخذوها من الغول الغول لا الكل الغول أخذوها من هذا إذن إنسان إذا رأى في المنام واحد يأمره بخير يرح يدير وإن رأى من يأمره بشري لا يفعله ما يقولش أنا وقف عليها في المنام وقال لي لا تفعل لا تفعل الشر حتى لو أمرت في المنام إذن لا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز الاستفاد بثمنه فهمتوها؟ الله فهمنا خياطة تسأل خياطة تسأل وتقول ماذا أفعل بقطع قماش وملابس تركتها النساء عندي زبوناتي منذ سنين عديدة ولم تظهر إلى يومنا هذا رغم أني أبحث عنهن سؤالك هذا يشبه لوحد سؤال جاني من بحباحة عندها ست سنوات أظن أو خمس سنوات هذه خياطة سيجيبولها بش تخدم لهم يجيبوا قطع قماش وملابس بش تصلحهم وما يبانوش والقماش هو موجود عندها ومعن تقولي أطنان تعقوماش وتقولي أطنان تع ملابس وهي لا تعرف هذا الناس وبعضهم أني انتصوروا أي خلت لها رقم الهاتف ولكن غيرت رقم الهاتف وما رايش تقبضها بشقولها راح تدي الملابس انتعك قال علماؤنا عليهم الرضا والرضوان يجوز لك أن تحدد زمنا تعلنينه يعني زمن تكتبي في المحل انتعك نبلغ لكل زبوناتي لمبانوش أن سأنتظرهم ستة أشهر إلى غاية التاريخ الفلاني وأتخلص من هذه الملابس يعني تحددين زمنا هذا بالنسبة للملابس لي عندك أما ليجاتك جديدة بما أنك تعرف بلي ممكن بعض الزبونات ما تزيج تبان ديري معها عقد يعني لما تجيب لك الملابس قولي لها هل يا أختي أنا يراني نخدم لك ولكن إذا ما بنتش سنة كاملة أني نصدقها يعني أخودي منها الموافقة الآن قال لي أود أني نشد عليك القماش إذا ما بنتش بعد سنة كاملة أني نصدقها أو أبيعها يعني شوف انتي الاتفاق كيف يقع وهذه مسألة يتبهن سهلة وهي مسألة شائكة سألني بعض تجار الهواتف الهواتف النقالة نفس القصة يجيب له الهاتف ويقول له أخدمه لي وربما يخلصه مسبقا وما يزيجيبا وراجلي عنده 700-800 هاتف 700-800 هاتف مخزنها وقابلت له أمكينا وما هوش عفوش يدير خمسة ست سنوات ما ظهروش أصحابها إذن هذا يجوز له أن يبحث ويجوز أن يعلن تحديد زمن معين وإلا تصدق بها والله عمر داركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته